جدل جديد طرأ حول ملف بواخر الكهرباء بعدما أعلن شريك الشركة الأمريكية لبواخر الطاقة وولر مارين والمدير التنفيذي لشركة بلدن بانشورز رودولف اليس أن اللجنة الوزارية لم تأخذ بالطرح الذي قدمته وولر مارين رغم أنه يوفر مئة مليون دولار سنويا على الخزينة اللبنانية إلا أن أوساط الرئيس ميقاتي والوزير جبران باسيل أكدوا أن الشركة الأمريكية رفضت خفض الأسعار لأنه نحن بعثنا إيميل قبل الاجتماع نحط في ثلاث حلول تقدر تأخذوا الدولة اللبنانية بانتهم حل بيوفر مئة مليون مع السئجار البواخر مع أبسان تشتريون نقت اللجنة واحدة من هالخيارات وطالبت مني إذا فيه إدرس السعر على أساس هذا الخيار فظهرنا على أساس أنه ما نعمل دراسة على هذا الخيار قلت لهم أكيد أنه في هيوستن تكون الساعة 4 عندنا لتصير الساعة 8 عندهم في هيوستن يتركوا لي شوية وقت كونه هذا مش مشروع صغير ولكن بعدين تفاجأوا أنه طلعوا بسعر وبيديل مع الأتراك قبل ما ياخدوا سعرنا حتى أو يقولوا لنا أنه هن توصلوا لسعر هناك أيضا كلام حول أنه كنتوا بحاجة لوقت حتى دبنوا بواخر لتلبية الطلب اللبناني وبنفس الوقت أنه كنتوا عم بتراسطوا الأتراك لتستأجروا منهم بواخر وولر مارين الأول هي عم بتقول أنه هي بحاجة لست شهر كلمة تتعمر البواخر وهي الشركة الوحيدة بالعالم التي تتعمر بواخر بهذه السرعة باستدراج العروض كان الطلب أن ينعملوا البواخر بستة لتسعة شهر ما كان ولا مرة مطلوب أن ينعملوا بأقل من ست شهر وولر مارين قدرت أتعمر كذا بيخرى بنفس الوقت يعني فيه فيها تعمر أكثر من ألف ميجاوات حتى إذا الدولة اللبنانية طلبت منها أن نعمر لألف ميجاوات لا وولر مارين ما اتصلت بكارادينيز كلمة تتخذ منهم بواخر صار فيه اتصال من نبل يعني كارادينيز كانوا طلبين من وولر مارين الاستعانة بوولر مارين لبعد الكونسلتانسي فيما يؤكد باسيل أن الاستشارية العالمية التي استعان به وضع الشركة التركية في المركز الأول من حيث التصنيف يستغرب لياس هذا الكلام لافتاً إلى أن وولر مارين خبرتها معروفة عالمياً منذ عشرات السنين فيما الشركة التركية لا تزال حديثة وتملك مشاريع في بلدين فقط كما يطالب بأن توضح اللجنة الوزرية لغة الحاصل حول الموضوع